لذا أيها الأحباب كان الحبيب يقول لأصحابه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يثق أن الله جل وعلا فوق ما تتصور الله أعظم مما تتصور وإذا أعطى سبحانه أدهش العقول عطاءه يأتيك بالأرزاق من حيث لا تأتي تدري ويأتيك بالنصرة من حيث لا تأتي تدري وإلا رجل يقذف في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنار تحترق والنار تحرق ويرفض أن يطلب النصرة إلا من الحق جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما النار نار إبراهيم هي النار التي عندنا وتحرق والرب الذي أنقذ إبراهيم هو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى فكن مع الله كما قال من قال من السلف أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم أوقد لك أو أبني لك جنانا في الجحيم يحتاج إلى التوحيد هذا وإبراهيم يضع سارة آسف يضع هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع موحش حتى الطير ولا ماء إنما هو الهواء والجبال السود آه الله أمرك نعم ثقة في الله حسن ظن بالله وثم دعاء وأهوت إليهم نفوس الناس وأتت جرهم وبنيت أفضل بقعة على كوكب الأرض قمة ودرة وسرة الكون كله مكة التي أتى إليها الناس من كل فج عميق كان عند الثقة وهو يضع أبناء أن الله جل وعلا سيؤويهم وسيغذيهم وستجبى إلى تلك البقعة ثمرات كل شيء موسى على الماء والجيس فرعون خلفه والجبال على الميامن والمياسر والماء رهو والماء له خفقان وأمواج وكلهم إنا لمدركون يتقدم الواثق ثقة بالله حسن ظن بالله متفائل بوعد الله كلا إن معي ربي سيهدين يضرب البحر ثم ينفلق إنها الثقة في الله ووالله وتالله لو أن عبدا وثق بالله ثقة الأنبياء في ربهم جل وعلا والله لا يغلق عليه باب والله لا تمر على قلبه كربة والله ما تدمع عينك حسرة تدمع شكر وحمد وثقة وسعادة لكن أين معين التوحيد في بعض القلوب المتضجرة والتي وقفت على سواحل الأحزان وتقول إنا لمدركون ضاع كل شيء راح المال راحة الصحة يا أخي الله لا يخلق شرًا محضى الله له في كل أخذ وإعطاء حكمة الله قد يحب عبدا فيأخذ منه ويبغذ عبدا فيعطيه الله جل وعلا أخذه عطاء والله جل وعلا لو أن عبدا تضجر من أخذ الله لعينيه أخذ الله لماله أخذ الله لولده أخذ الله لبعض بدنه قطعت أقدامه قطعت أقدامه ذهب ماله تحرِّك لسانك بالحمد فإن الله يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويسمع أنينك ويرى دمعك ولكن منزلتك عالية فصبَّ عليك البلاء يبتل المؤمن على قدر دينه يبتل المؤمن المؤمن الأمثل فالأمثل من كان في دينه صلابة كان البلاء عليه أكبر لما؟ لأن أولياء الله ما رضي الله أن تكون الدنيا عطاء لهم ولا دار لهم ولذا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما أعطي من زهرة الدنيا شيء ما أعطي شيء بيته ثلاثة متر ونصف في مترين ونصف بيته كبيوت الناس بل أصغر من بيوت الناس لماذا ما أعطاه أحد ذهب لماذا ما قلب الصفا ذهب لماذا ما أسال الأودية له ذهب لأن الله أحبه وإذا أحب الله عبدا جعل الجائزة له في الآخرة لأن الدنيا فانية الدنيا فانية يا صاحب الآلام أحسن الأدب مع الملك العلام فلربما ما أخذ منك إلا لأنه يحبك كيف تتضجر من الذي يحبك جل وعلا لذا أذكر مرة في مستشفى النقاهة في الريال رجل له على مقعد المرض سبع وعشرين سنة لا يتحرك فيه شيء لا يتحرك إلا لسانه بكلام غير مفهوم ولا يرم ولا يصلي إلا بعينيه إن أجلسوه ما استطاع أن ينام وإن اضطجع ما استطاع أن يتحرك وإن انكشفت عورته ما استطاع أن يسترها وكان يقول للزائرين له الحمد لله الذي أتاح لي حمد فرصة حمده حرك لساني بذكره وحرك عيني ترى كلامه أختم في كل ثلاث مرة وكنت في صحة وعافية وما كنت أسجد وما كنت أقرأ واليوم له علي من المنن ما لا أعدها ولا أحصيها حرك اللسان بقولي الحمد لله لا يتحرك إلا لسان وبه لكنه وثقل وعين يصلي بها وينظر بها ويحمد الله إن العبد الذي يرى فيها يرى أن الله إذا أخذ منه إنما لأنه يريده يريد أن يسمع ردة فعلك فالمتفائل يعلم أن الذي أخذ منه بإرادة الله بمشيئة الله بقضاء الله بحكم الله الله إذا قضى وحل قضاءه فلماذا تجزع فإنما هذه الأقدار يعني بعضنا يغضب لو فعلت كذا لكان كذا ولو تقدمت قليل لما كان كذا ولو مسكت فرامل ما صار حادث ولو ما ضربتها ما صار طلاق ولو بعت الأسهم قبل سقوطها لما افتقرت لو 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 هذه أداة الشيطان هذا مفتاح أبواب الشيطان قدر الله وما شاء فعل وكما قال بعض السلف لو أن الله كشف لك السجو في الغيب أنت الآن تكره أن قدمك قطعت أن ابنك مات أنك فصلت من الوظيفة أنها طلقت أن المال ذهب أن العين ذهبت السكر جاء والضغط جاء والكلسترول جاء وجلطه وبعد جلطه وآلام وتعب في البدن لو قيل لك انظر وكشف لك الغيب ورأيت مواقع قدر الرحمن لك والله ما يختار عبد إلا ما اختاره الله له والله ما تختار لأنه الحكيم لأنه العليم لأنه الرحمن لأنه الرحيم لذلك لا تجزع يا عبد الله لا تجزع طب نفسا إذا حكم القضاء واعلم بأن الله حكيم سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما وقع فوق ملكه كان بإرادته وكان بعلمه وكان بحكمه وكان بمشيئته وقد كتبه في كتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة قبل خلق هذه الأكوان والإنسان وما مع الإنسان ومجان قدر الله المقادير رفعت الأقلام جفت الصحف ليس لك إلا أن ترضى ولذلك المتفاعل يفرح يبتسم ما أخذ مني إلا لأنه يحبني وما أعطاني إلا لأنه يحبني له عند العطاء عبادة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير